دون مفاجآت استعاد الجيش السوري والمقاومة أكثر من أربعة معابر أساسية وأكثر من عشر تلال استراتيجية في جرود قارة والجريجير في عملية استعادة الجرود التي تحولت إلى عملية تساقط أحجار الدومينو بعد تسارع عملياتهم على محاور ثلاثة واستعادتهم التلال المشرف الحاكم أولا وأغلاق كافة خطوط الإمداد ومعابر الانسحاب عبر سلسلة جبال لبنان الشرقية المناطق الجردية تسقط من دون قتال يذكر نحن العملية كانت على مرحلتين مرحلة الأولى هي قضاء على جبهة تنظيم نصران مرحلة الثانية هي القضاء على داعش وعادت الأمان إلى جرود القلمون وحدود السوري لبناني بشكل كامل على جبهة واسعة عشرين كيلومتر ومن ست محاور محاور بالسهل ومحاور بالجبال لم يتمكن تنظيم داعش حتى من لغة أنفاسه ومن المنتظر أن يتسارع إقاع تساقط أحجار الدومينو فيما تبقى من جيوب لا تزال تحت سيطرة داعش والأرجح أن يعلن الجيش السوري في الساعات المقبلة الجرود القلمونية محررة بالكامل من داعش ومن دلالات السيطرة السريعة على هذه المرتفعات والمعابر أن من يحصم معارك التلال يسيطر على كامل منطقة القلمون الجبلية التي ترتفع في بعض أجزائها إلى 2464 مترا في حليمة قارة العملية التي يلاقيها الجيش اللبناني على المقلب الآخر من الحدود لتضييق الخناق على داعش تستكمن ما بدأه الجيش السوري والمقاومة قبل أربع سنوات باستعادة البلدات القلمونية كمرحلة أولى وبعض جرودها كمرحلة ثانية قبل عامين واليوم بما تبقى من جيوب لداعش في جرود جريجير وقارة وتؤشر الأيام الثلاث الماضية إلى حصيلة استثنائية للجيش السوري والمقاومة مكنت هما من السيطرة على معبر الزمراني أكبر معابر إمداد المسلحين ووضع ما تبقى من مواقع بيد المسلحين بين فكي كماشا طرفها الشمالي جبل الموصل في جرد البريج أما الجنوبي ففي تلال جرد الجريجير لا حرب عصابات في الجرود القلمونية الجبلية والوعيرة ولا خطوط أسناد أو دفاع للمسلحين ما أفقدهم كل الإمكانات اللوجستية أو القدرة على الإمساك بمعاقلهم أمام هجوم الجيش والمقاومة في جبهة امتد طولها 26 كم واستعاد خلال يومين ثلثي مناطق سيطرة داعش في الجرود السورية من جرود القلمون الغربي ديماناصيف الميادين موسيقى